من كده بيطلع لنا سؤال اللي أنا عايز أكلمكو عليه إزاي رفع المناعة؟ هل في أدوية بترفع المناعة؟ هل في أغزية بترفع المناعة؟ الكلام ده حقيقي إن في أغزية بترفع المناعة إن أنا مكويس إن أنا أكلات معقولة بس في معلومة لازم أوضح لكم إن أهم حاجة بتحافظ على المناعة وترفع المناعة وتديني مناعة وتمنع الوفيات نتيجة الإصابات هو التطعيم 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 أهم حاجة في الدنيا عشان ما حدش يبتدي يقول لنا أنا حبيع لك أقراص بترفع المناعة الكلام ده إحنا ما بنحبوش بهذه الدرجة لكن في حاجة اسمها أحافظ على المناعة بشكل عام يعني أنا عايز أقولك أن مثلا على سبيل الزكر إحنا بنتكلم على مرض الليجيونيلا مرض التكيف اللي هو مرض الدني نوع من الإسهال وألم في الصدر الحاصب على سبيل الزكر أن التطعيم بتاعها بيمنع الإصابة بالحاصبة بالنسبة قد تصل إلى 99.9 إذا ابتدينا التطعيم بعد 15 شهر من الولادة إذا ابتديناه بدري مبكرا عن كده نسب الاستجابة للتطعيم قد تكون أقل يعني إحنا بنقول إن التطعيم يمنع حدوث المرض بنسبة تصل إلى 99.5% وإذا ابتديناه عند 12 شهر قد تصل إلى أكتر 91.92% شوف الرقم قد إيه لكن لو واحد أصيب أي حد فينا ما كانش متعرد إلى الحاصب لا ده ممكن يجيله مشاكل ومضاعفات الحاصبة بما فيهم الالتهاب الرأوي بما فيهم الالتهاب القشرة المخية يعني فده ملوش دعوة بقى بالمناعة يعني في بعض الناس يعني الموضوع مش هتفق معه إلى هذا الكلام طيب الناس اللي هي قد تصب الحاصبة حتى وهي من الطعامة أو التطعيم يعني ما جاب لهمش نسبة أو ما كانوش من الناس المستجيبة للتطعيم أو كانوا في النسبة اللي هي أقل من نصف في المية إذا أو تعرض لحاصبة وما كانش من الطعام وده غالبا مش موجود في بلادنا دول بنبتدي معهم التطعيم ونديهم الأجسام المناعية زي التعرض لفكرة فيروس بي ففكرة المناعة بشكل عام ولأن الحاصبة هتبتدي للأسف يعني ده موسم إنها ممكن تظهر حالة أو حالتين مع تغير الفصول أو الاضطراب المناعي لأن ده وقتها اللي هي في وقت الربيع ونهاية الشتاء طب أفضل حاجة ترفع المناعة بقى يعني زي ما بقول لكم إحنا قلنا نمر واحد التطعيم تناول فيتامين ألف إحنا دايما ضد تناول فيتامين ألف لكن تناول الأغزاب فيتامين ألف أو في فترة وجود الحاصبة فيتامين ألف سبحان الله ودي المعلومة اللي أنا عايز أقولها لكم ودي تفرق معنا جدا بتقلل مضاعفات بتاعة الحاصبة وجدوا كده رب الأسباب عمل كده في هذه الحياة